حريق هائل في 8 أحواش ماشية بقرية الدير بالأقصر الحراية كثيرة الأيام دي عشان ممكن درجات الحرارة مرتفعة وبنا يسطر شهدت مدينة إسنى جنوب محافظة الأقصر مساء اليوم الأربعاء حريق داخل عدد من أحواش الماشية بقرية الدير من ما أتى على كافة محتوياتها من رؤوس ماشية وعجول وأغنام تمت السيطرة على الحريق دون مصابين بين الأهالي أو خسائر في الأرواح فتم تحرير عن ذلك المحضر اللي يزم وطولة النيابة العامة التحيي البداية بتلقي غرفة النجدة اختار من شب حريق في 8 أحواش ماشية بقرية الدير في مدينة إسنى جنوب الأقصر وعلى الثور انتقلت 3 سيارات اتفاق لموقع الحريق وأشرف على السيطرة على النيران الدكتور محمد الرشيد مدير الإدارة البيطرية بإسنى وتبين أن الحريق تسبب في تفحم 28 عجل بقري صغير وكبير و130 روص غنم و2 عجول كبيرة و3 حمير مش عارفة الحمير التي كانت موجودة بتعمل إيه مع الماشية يعني 3 حمير كانت داخل أحواش الماشية الثمانية وتعود تفاصيل الوقع إلى تلقي لواء خالد عبد الحميد مساعد وزارة الداخلية مدير الأمن للأقصر اختار من المقدم إسلام هندي نائب مأمور ماركشوت الإسنى بنشوب حريق بعدد من الأحواش المواشي بقريت الدير مما أصفى عن نفوق 43 روص ماشية وانتقل على الفور المكاني للحريق وطبعا تم السيطرة الحمد لله على الحريق طبعا وقال الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة التب البطري بإسنى أنه تم معينة الأحواش بقريت الدير وحصر عدد الرؤوس الماشية لتامتها نيران وهي سوف يتم التخلص منها بالطريق الصحية المتبعة بعد انتهاء الإجرات القانونية